رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمل مؤتمر صحفي طيب عمل مؤتمر صحفي ده فين وليه وازاي أقولك عمل المؤتمر بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي فين صح في العاصمة الإدارية الجديدة الله أكبر يعني خلاص كده هنروح هناك يا سلام سلم طيب خلال هذا المؤتمر دكتور مصطفى وجه عدد من الرسائل المهمة كم من بينها واحد مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة المهلة طيب المهلة قد إيه يا دكتور دكتور مصطفى مدبولي قال لنا المهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلعة أظن يعني المسألة سهلة خالص يعني أسبوعين ده كتير قوي هو إيه الأزمة هتحط تيكت هتكتب ورقة بالفلو مصدر واتعلقها يعني إيه هتقول أصلا بس برجع الأسعار من الدفتر عارف أنت طريقة اللي هو التجار اللي إيه تروح له فتقول له مثلا إيه لا دي سعرها غالي يقول لك والله ده أنا بعالك بالتجارية وروح فتح لك دفتر هو أصلا عامله بخط إيده أه بص أهو بعالك بالتجارية قالتني أنت بقى كده صدقتك صح يا مندو اشتخش تتفصل في الحاجة يقول لك إيه ده أنا بعالك تجاري ورفتح لك الدفتر كده يقول لك أهو وهو كاتبه بإيده يعني أنت اللي كاتبه بإيده ده بصلا خلاص مسد أنا كده ماشي طيب طلع الأسعار من الدفتر وحطوها على السلع أسبوعين طيب وضع مدى سعري للسلع الاستراتيجية يعني إيه يعني هيتحط مدى سعري وهتم مراجعته بصورة شهرية للتأكد من إيه من إنه متوافق مع تكلفة المدخلات الله أكبر الله أكبر يبقى سعر الحاجة لازم يتوافق مع التكلفة مش إنك ما تكسبش اكسب بس زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي مفيش داعي للمغالاة محدش ضد إن القطاع الخاص يكسب بس مفيش داعي للمغالاة مفيش حد في الدنيا في الدنيا بيكسب في الحاجة 100% غير عندنا عندنا بقى في 100% و150 و250 و250 و300 و400 و500 مفيش برة أدخن واحد وأرجوك أي حد بس يطلع يقول لي لأ أدخن واحد مكسبه في أدخن سلعة دا لو حتة ألماظ ما يزودش عن 30% دا لو حتة ألماظ فعش كده أنا مبسوط يعني التوجيهات بتاعة رئيس الوزراء إنه خلوا الأسعار متوفقة مع متخلات الإنتاج اكسبه بس مش كده طيب بص بقى تحديد سعر الرزة الأبيض وإيه الحاجة بقى إيه اللي هي إيه واضحة كده وتبقى باينة قدام الناس تحديد سعر الرزة الأبيض للجمهور لمدة 30 شهر أخرى الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال الموقف وكل أجهزة الدولة دا كلام دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء المصري وكل أجهزة الدولة أخد بالك من كلمة كل أجهزة الدولة تم تكلفها بأنه لا تسمح أبداً بمسألة المغالاة